ألف مبروك ألف مبروك خير يا بنات فادية عقبال ولادك هتتجوز ألف مبروك يا فادية والله هتوحشوني كلكم ليه هو أنت هتسيب الشغل أصلي هتجوز آخر الشغل وإيه المشكلة يا فادية ما إحنا كلنا متجوزين وبنشتغل ودينا مع بعض في الشغل وبرى الشغل لوازم الحياة محتاجة شغل الست مع الراجل أهو يبقى فيه إرشن زيادة في إيدك شغلك أمان ليكي والبيتك وأولادك الحياة طلبتها كتير أكل ولبس وكمان مصاريف المدارس يا بوي ولو واحد من العيال تعب واحتاج مصاريف دواء وإعلاج والأهم من ده هو أنت أنت عايزة إيه؟ أعمل إيه بس خطيبي طبعه كده بيخاف علي من الخروج والتأخير برى البيت كل شغل وليه طبيعته يوم نروح بدري ويوم نتأخر شوية وأمي كمال بتقول إن البنت مكانها بيت جوزها الشغل مش معناه إنك تسيبي بيت جوزك لا المهم المهم ما تأثرش في حق بيتك الراجل خايف من كلام الناس مش عايز حد يقول مش أغلني عشان مش مكفي بيته كلنا رجال وشايفين إن شغل الست ما يقللش من الراجل في حاجة أنا لما تخطبت كنت بشتغل وعايز أستمر في الشغل فاتكلمت مع جوزي وقررنا ما نسمعش الكلام الناس مستقبل بيتك ومستقبلك الوظيفة أهم من كلام الناس فيارم عليكم وإحنا خدنا إيه بقى من كلام الناس ما حدش بين فحد لما المصاريف علينا تزيد وكمان شغلي علمني حاجات كتير منها إزاي أواجه مشاكل الحياة والعيال وفوق كده أنا ملكة قد يومي وبساعد جوزي وولادي بيتعلمونك حين بصراحة يا شادية أنت مثال طيب للكل سواء ست أو راجل أنا بحس إنكم كلكوا أكتر من أهلي وفي ظهري وقت محتاجكم بلاقيكم أصل كلنا في الهم والفرح سوا صح؟ طب والعيال والبيت وطلبات جوزك تتقدي يا فادية أهم حاجة توفقي من شغلك وبيتك وأولوياتك عشان تعيش مرتاحة الشغل مهم للست زي الراجل بالزبط الشغل أمان ليكي والبيتك والعيالك محدش عارف بكرة مخبلنا إيه والله عندكم حق وخليكي فكرة مستقبلك قرار وأنت صاحبة الاختيار